مرحبا حالقا اليوم سوف نقوم بكيش سوف نقوم بكيش بيهنو دوزيما مرحبا مرحبا سوف نبدأ سوف نبدأ سوف نبدأ وعندما المرة التي فاتت في أساسيات الكتاب بالنسبة للفرنسي تاني عدادي منهج بيان فينيو النهاردة نبدأ احنا تعلمنا المرة اللي فاتت ال اي ان مدام وراها حرف كونسون دايما بننطق ان بننطق ان لو ورا حرف فايل بتبقى اين بتبقى اين كوزين طيب ام فامي عزوما او دعوة طيب نركز كده شوية احنا محتاجين ايه كلمات الدرس الاول المونيمو الاثار ان ليفغ كتاب ان ان فيتي مدعو او ضيف يعني ان كادو هدية بوكو كتير شموا عندي في البيت شتوا عندك في بيتك شلوي عنده هو في بيته او عندها في بيتها اموا شهر اجغيابل ممتع او رائع ان اج عمر او سن ان تي شاي ازاي بننطق الحروف مهما كانت الكلمة كبيرة ان ان فون ان ان فون يعني طفل صغير الكلمة دي في الفيميناء بتفضل زي ما هي اقول ان ان فون زي ما هي بغير الاداة من المسكولة للفيميناء والكلمة ما بتتغيرش طيب بعد كده تو بيجي وراها دايما اداة المعرفة ليه اللي هي للجمعة اللي هي دي بعد كده اين كامغاد زميل اين كوبا صديق بعد كده الاجازات اين فام امرأة او زوجة اين ام فيتاسيون دعوة اوسي ايضا اين ليفغ جنيه يبقى احنا خدنا هنا اين ليفغ مسكولة تبقى كتاب اين ليفغ فيمنا تبقى العملة المصرية اللي هي الجنيه اللي احنا دايما هنلاقيه بالشكل ده كده ماشي؟ طيب نكمل ليستوار القصة او التاريخ اين فات عيد او حفلة اين بواسان مشروب اين بواسان مشروب لو حبنا ناخد الكلمة التانية عشان ما نعديش عليها كده مرور الكرام نحط حرف الب ونشيل ال ا تبقى ام بواسان سمك تبقى ام بواسان يعني سمك خلاص كده يبقى ام بواسان سمك لو انا رجعت زي ما كنت الاول هتبقى اين بواسان مشروب اين مار بحر لو انا هشيل حرف ال اغ وحط اكسان غاف تبقى كده للأسف هنخلي فرانسي مار تبقى ام دي كده تبقى ام نرجع زي ما كنا اين سمان اين سمان اسبوع واخدنا الاكسانات بالتفصيل اين ايماج صورة مرسومة صورة مرسومة اين فوتو صورة ملتقطة بكاميرا اين بخسون شخص لا سال امونجي غرفة الطعام اين فامية اسرة او عيلة طيب الفيغب اللي عندي فواغ يرى اتغ يكون مونجي يأكل بواغ يشرب ادوغي يعشق ايمي يحب بغفغي يفضل دي تستي يكره بافغدي يتسلى يرغي يعني ان في تي ان اللي ركز المحاضرة اللي فاتت او الحلقة اللي فاتت هيقرى النهاردة صح ان في تي يعزم يعني ال اي ان قلنا ان وال اي اغ بنقول اي ان في تي بغاندغ يتناول او يركب باسي يقضي او يمر غاندغي يعود بخيزونتي يقدم شخص او يقدم هدية سو بغيزونتي يقدم نفسه الحد وبتيجي بمعنى يحضر يحضر للمكان يعني المفروض هنا ناقص حرف عندنا اللي هي يأتي لي تنيغ يمسك لما بقول له تيان اتفضل ولما بقول باسلوب التعجب بقول تيان احقا وده حصل يعني بغيباغي يعد او يجهز شخشي يبحث عن تغافيي فاكرين ال اي ال ال ا ا ما قلناش ال ال زي ما هي لأ قلنا تغافيي تغافيي حتى في كلمة بنت قلنا في كلمة عيلة فامية تغافيي يعني يعمل تليفوني يتصل بالهاتف طيب مالد مريد قائد طائرة صحفي صحفي صيدلي زبون زبون او تس يامي سيو ده في حرف اش احنا قلنا ايه قلنا حرف ال اش بننطق الحرف اللي بعده مضيفة في طائرة شكل السؤال في الامتحان ايه بيقول لي كي بارل اكي كي بارل اكي مين بيتكلم لمين اول سؤال لا برومير فراز سيلفو بلي دي معناها سيلفو بلي يعني من فضلك من فضلك او لو سمحت من فضلك او لو سمحت خلاص طيب هنبوز كده الترتيب يبقى سيلفو بلي من فضلك ميدي كامو ميدي كامو خدناها قبل كده فقولة وكررنا وقلنا ميدي كامو يعني ادوية مين اللي بيتكلم مع مين لو انا بصيت في دول هلاقي حاجة تساعدني اكيد طبعا لو سمحت انا عايز الادوية دي يبقى مين ان كليون زبون بيتعامل مع ان فارماسيين صيدالي طيب ميسيو ميدي كامو يوكلف هذا الكيلو من الطومات طيب نحط بس العلامة عشان احنا عندنا غلطة صغيرة هنا لحظة واحدة معلش طيب فين اهي عشان ما تعدش على كمبيان كوت دي كده هون بالشكل ده عليها اكسان سير كونفلكس كمبيان كوت ان كيلو دو تومات لو سمحت كيلو ك يبقى ان كليون الزبون بيكلم مع طيب دكتور جي مال او فانتر جي مال او فانتر فانتر البطن جي مال اشعر بقلم مين اللي بيقول ها ام مالاد لام مدسة المريض للطبيب طيب خد الدوة ده وتعال اشوفك بعد يومين مين اللي بيقول كده العكس المدسة بيقول للمالاد بغافو طيب او سانتر دووار ولا عندنا برضو اللي فوقيها طيب دوني موا وكاية هاتوا يا ولادي الكرسات بتاعكو مين اللي بيقول كده البروفيسار للالالاف بس هنا الالاف هتبقى اللي جامع هنحط حرف فقسه دي هتبقى دي هتبقى دي ليه لانه انا عندي المدرس بيقول لهم دوني الدوني الكتب او الكرسات بيكلم جمع بيكلم عدد كبير هتبقى ديزي لاف خلاص كده طيب او سانت دووار واجباتك فين يا ابني الواجب فين مين اللي بيقول كده البروفيسار للالاف اكسلان وها نحن امام الاهرامات مين اللي بيقول كده اكيد طبعا الجيد بيكلم التوغيست لو سمحت زي ما خدنا من شوية في اول مثال انا اريد اشتري هذه الظهور يبقى مين اللي بيشتري الكليان المين الكليان ما عندناش هنا كلمة فلغيست باقع الورود او الظهور عندي كلمة فوندر يبقى الكليان بيكلم الفوندر طيب انا بقدم لك الكتاب ده وعيد سعيد مين بيكلم مين اكيد صاحبك بيكلمك يبقى انا مي بيكلم ام امي بعد كده خلاص اتحافزت بقى اللي هي من فضلك لو سمحت هو طريق ابو الهول منين مين اللي بيتكلم حد ماشي في الشارع صح كده طيب بيكلم مين بيكلم واحد برضو في الشارع طيب لو عندي دول مين اللي ممكن يبقى صح فيهم لو سمحت طريق ابو الهول منين يبقى انتو غيست انتو غيست بيسأل مين ها مين اللي ممكن اسأله ممكن اسأل الجيد او ممكن هناخد كلمة فيما بعد اللي هي ام بيتو ام بيتو مر في الطريق واحد ماشي بيسأله سائح غريب بيقول له لو سمحت اروح الاهرام مين اخر جملة في السؤال ده يعني ايه اولا هي س اللي هي حزام الامان سواء في الطيارة في العربية وانت قاعد برضو المدرس ساعد بيكتفكو في الديسكات او في المدرسة على حسب هنا بنقول لابد وان نربط حزام الامان مين بيقول لي مين بتكلم المضيفة بتكلم ودي كانت حلقة النهاردة يارب بنكون فهمنا وعرفنا احنا عاوزين ايه اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي اغفوه